التقى رئيس وقضاة اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة الانتخابات 11 جمعية من مؤسسات المجتمع المدني التي تقدمت بطلب الرقابة على الانتخابات النيابية والبلدية 2022 وذلك بمشاركة 449 مراقبا وأعرب رئيس وقضاة اللجنة العليا خلال اللقاء عن تقديرهم لدور مؤسسات المجتمع المدني وما قدمه من إسهامات في إطار تعزيز مبادئ النزاهة خلال مشاركتهم الفعالة في الرقابة الوطنية على جميع الانتخابات السابقة وأكدوا تطلعهم للتعاون الوثيق مع الجمعيات الأهلية المراقبة بما يسهم في تكريس مبدأ المنافسة الشريفة وأجواء الديمقراطية السليمة وتعميق الوعي الانتخابي وترسيخ قيام الشفافية إلى ذلك قدمت الإدارة التنفيذية للانتخابات النيابية والبلدية 2022 عرضا مفصلا للعملية الانتخابية بمختلف مراحلها في ظل الإشراف القضائي الكامل ويأتي ذلك في ضوء قرار اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة الانتخابات بشأن المراقبة الوطنية للانتخابات والتي تشمل كافة أعمال الرصد والمراقبة للعملية الانتخابية وذلك من خلال المتابعة الميدانية لسير العملية الانتخابية وتجميع معطياتها بموضوعية وتجرد وحياد بغية التحقق من حسن تطبيق الإجراءات ذات الصلة ورصد المخالفات المتعلقة بها